أولا الموسوعة معروفة لدى الباحثين الفلسطينيين منذ زمن طويل لكن ترجمة هذه الموسوعة من الألمانية إلى العربية ليس فقط مغامرة علمية بل أيضا تتطلب إمكانات إمكانات تتصدى لها إحدى المؤسسات الثقافية في العالم العربي وهو لم يكن متيسرا لذلك كان لابد من عقل مغامر ومن مؤسسة تتصدى لهذه المهمة الخطيرة بمعنى الجدية جدا وبالتالي أنا برأيي صاحب القرار كانت دكتور عزمي بشارة الذي تتصدى لهذه المهمة وكان المركز العربي للأبحاث هو المؤسسة الرعية وأستطيع أن أقول أن هذا الكتاب الآن هو زينة كتب المركز العربي للأبحاث يعني يناهز عدد الكتب الصادرة نحو 500 هي زينة هذه الكتب وأبعد من ذلك ولا أجازف أبدا بالاستنتاج إذا قلت إن هذا الكتاب ربما يكون أهم كتاب صادرة عن فلسطين منذ خمسين سنة ربما منذ صدور الموسوعة الفلسطينية التي أصدرها الدكتور أنيس صايغ في أي حال الكتاب شديد الأهمية خصوصا أنه مكتوب بالألمانية وليس الألمانية الحديثة يعني الألمانية اللاهوتية الألمانية العلمية لأن جوستف دالما اللهوتي ومستعرب وعالم أثار ولغات أديمي فأسلوبه في شيء من الصعوبة لذلك التحديات التي وجهتنا أولا في الترجمة ثانيا في التحرير العلمي الذي توليت هذه المهمة وبصعوبة كبيرة لماذا؟ لأن أولا جوستف دالما أثقل هذه الموسوعة ليس بالنصر الألماني فقط بل أيضا بالمصطلحات والعبارات اليونانية وكان علينا أن نسقط الكلام اليوناني كما هو في مواضعه ثم أنه استخدم ليس الكتاب المقدس أي التوراة والتلمود وبقية الكتب المعروفة أو الأناجيل الأربعة المسيحية بل استخدم الكثير من ما يسمى الأبوكريفا أي الأسفار غير الشارعية أي الأسفار التي لا تؤمن بها اليهودية الرسمية أو المسيحية الرسمية وهذا ما جعل إمكانية التحقق وتحقيق الكتاب غاية في الصعوبة وتحتاج إلى جهد يعني مش مضاعف أكثر بكثير من مضاعف